هنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بمناسبة نجاح اطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يحمل اسم ضوء واحد وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن اهتمام ومتابعة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أسهمت في إطلاق قمر صناعي مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرص المملكة على المساهمة في مواصلة اكتشاف المزيد من أسرار الفضاء مبينا سمو إلى أن هذا الاهتمام والمتابعة محل تقدير واعتزاز ودافعا للمزيد من الإنجازات للمملكة في الفترة المقبلة وقال سموه إن اهتمام نائب جلالة الملك ولي العهد ومتابعته المستمرة في كافة الخطوات والإجراءات والأعمال التي اتخذتها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء سهمت في بذل الجهود من أجل تحقيق هذا المشروع الكبير حيث وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى دعمه للكوادر الوطنية الشابة والتي عملت بجهد وإخلاص مع الكوادر الإماراتية من أجل تسجيل إنجاز بحريني إماراتي مشترك وكبير وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره لدعم واهتمام نائب جلالة الملك ولي العهد في تنفيذ هذا المشروع الكبير